السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا احنا عارفين الايام ديات ايام خلاص بقى كده يعني مسم التزاوج بين العصفير خلاص يعني بدأ الحر ان هو يقل شوية في شهر التمانية زي ما احنا عارفين بيبدأ بقى العصفير ما بتحس ان الجو كده بدأ ان هو يتحسن بتلاقي ان بيحصل التزاوج بينهم فهنا بقى تلاقينا انا بعمل ايه ببدأ احضر العشوش اللي عندي كلها بحط فيها الكارينة زي ما حضراتكم شايفين كده تبقى عندي الكارينة طبعا ببقى منظفها وغسلها ومنشفها وبعد كده ببدأ ان انا حطها كلها في العشوش وببدأ بقى ان انا ايه بعد ما احط الكارينة في العشوش لان هما بقى بيدخلوا بيحضروا العش لان هما اللي ما بيلاقوا ان العشي خلاص انت حطت فيه مادة التعشيش بتلاقي ان النتاع بتتحفز والذكر كذلك برضو بتحفز لما بيلاقي ان العشي خلاص جاهز بيبدأ ان هو يتزاوج مع النتاية وعلشان خطر يحصل بينهم التزاوج لازم طبعا انت توفر لهم المية النظيفة والمية تكون فيها احسن حاجة تحط فيها حاجة مخاصة بليهم وخاصة قوي جدا للذكر وكذلك للانسة اللي هو الزنجبيل الزنجبيل العادي البدرة اللي بيبقى عادي عند العطار عادي بحط كده بجيب نص المسأة وبحط فيها يعني اقل من ربع معلقة من الزنجبيل على المية وبسيب المية قدامهم هو يوم واحد وبعد كده ببدأ اغير المية تاني بتبصي تلاقي بقى هما اللي بيشربوا وتلاقي ان كمان انت بتبدأ ان انت تحفزهم كمان بالاكل زي البيض المسلوق زي الجرجير زي البرسيم من حاليات دو كلها بتقوم محفزات ليهم كويس جدا بالنسبة للذكر ويه الى النتاية بيبدأ بقى يحصل التزوج بينهم وبتنتظر بقى انت ان شاء الله الرزق اللي يجي منهم بازن الله غالبا بتلاقي ان الروز بيبيض خمس بيضات وبيرقض على البيض 24 يوم اهم حاجة انت كم تقوم موفر لهم الافس المناسب لهم يفضل طبعا ما يكون افس كبير بيبقى افضل انا بحط العصافير عندي كلهم في افس بيكون كبير زي افس الكوكتيل كده وبعلق العشوش بتاعتهم برضو والعشوش اهم حاجة تكون مضيفة لك اللي يكون متوفرة عندهم دايما مفيش حاجة اسمها انك تجوع العصفور بالكزا ساعة عشان خطي العصفور يأكل لا خالص طبعا اهم حاجة ان انت كن حاطت قدامهم على طول الحبوب كذلك انك انت لو شيلت الحبوب تحطي مكانه البيض المسلوق او الامح المنقوع او الدراء العواجة دراء العواجة دي بتبقى يعني احسن اكل ليهم او افضل اكل ليهم رواء الدراء العواجة بحطها عادي نشفة عادي خالص لمنقوع ولا حال خالص بحطها في وسط الاكل بنسبة بيريكا موي الفليرا هو فلارس الدراء اللي هي بتكون العواجة اللي هي بتكون النوع اللي هو المليان البيضة لان في نوعين عند العلاف في نوع بيكون اصفر وفي نوع بيكون ابيض بحط النوع الابيض منهم بيكلوه في وسط الاكل مع البركا موي الفلارس بشكركم جدا بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة تفعيز الجرس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته